منذ ظهور الجائحة للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي أودى وباء كورونا بحياة نحو ربع مليون شخص أكثر من ربعهم في الولايات المتحدة التي باتت أكثر دولة تضررا بالفيروس في العالم مع حصيلة إصابات فاقت مليونا ومئة ألف أمريكي من أصل أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون إصابة في مختلف أنحاء العالم وفي حوار مع شبكة ABC تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجددا عن أدلة هائلة تشير إلى أن مصدر فيروس كورونا مختبر في ووهان هناك أدلة عديدة على أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان الصينية لقد قلنا أن الفيروس نشأ في ووهان وتعرضنا لانتقادات لكن العالم بأسره يستطيع أن يرى الآن وتذكروا أن الصين تاريخ في نشر العدوى في العالم وتاريخ بإدارة مختبرات دون المستوى وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالم لفيروس جراء فشل في المختبرات الصينية يأتي هذا تزامنا مع تداول صور نشرها معهد ووهان لعلم الفيروسات على موقعه الإلكتروني لباحثين في المعهد ونقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية تظهر الحد الأدنى من ملابس الحماية والوقاية أثناء عمل الباحثين الصينيين وتعاملهم مع الخفافيش مصدر فيروس كورونا صور أزالها الموقع بعد ساعة من نشرها فيما أظهرت مقاطع فيديو من نفس المعهد أن الصين كانت تجري تجارب فيروسية على الخفافيش منذ عام 2018 ويزيد ليبقى الجدل محتدما حول تهون الصين ومسؤوليتها في انتشار الوباء وعلى الرغم من أن بعض الدول بدأت تشهد تحسنا لجهة انخفاض أعداد المصابين يوميا إلا أن الوضع في روسيا كان مختلفا حيث تم تسجيل أكثر من 10600 إصابة جديدة في زيادة قياسية ليوم واحد مع تأكيد رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد أن العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء وفي إيطاليا تم تسجيل قرابة 500 وفاة جديدة خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ 21 من الشهر المنصرم لكن الوضع مغير في إسبانيا حيث تم إحصاء 164 وفاة في أقل حصيلة من نوعها منذ الثامن عشر من مارس الماضي وفق بيانات وزارة الصحة الإسبانية بإسبانيا ترجمة نانسي قنقر